يسعد أهواتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أم منثر واليوم رح نعمل مع بعض كفتة البرغول طبقة كتير سهل وبسيط أنا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكية وأنا عم اشتغل يلا سوى نشوف المقادير وطريقة التحضير عندي هون هذا البرغول الناعم تبع التبولي فيكن تستخدموا الغامة أو الفاتح نفس الشي رح حط عليه شوي من المي وتركه ينقع لربع ساعة بعد ما تركته ربع ساعة جبته عصرته هيك شوي تخلصت من المي ازاي وحطيت عليه هلا معلقة من الكزبرة اليابسة وشوي من الفلفلة الحمرة ودبس الفلفلة هذا اختيار يعني فيكم ما تحطوه وكمان بدي حط شوي من الفلفل الأسود وملح تقريبا حطيت هون معلقة ونص هاي هي البهارات اللي أنا رح ضيفها وهون بارشة أحبة من البصل وسط كمان رح ضيفها فوق هاي هي كل المكونات هلا أنا بدي خلطهم هدولي مع بعضهم بشكل منيح لحتى يعني حتى حتى البرغول ياخد من ميت البصل ويتخلطوا كل البهارات الموجودة مع بعضهم عندي هون تقريبا كيلو ألا ربع من اللحمة وفيكم تزيدوا الكمية لحتى تصير يعني كيلو اللحمة طبعا نعمة مفرومة نعمة ضفت عليها البرغول وهلا بدي عجنها يعني بدي ساوية بتصير كتير طرية مع بعضها بتنخلط بتصير مثل يعني عجنة الكبة بعد ما عجنتها صارت نعمة بهالشكل هذا بدي شكلها فيكم تعملوه على شكل قراص يعني مدورة أو مثل ما عملت أنا هون هي هيك متعارفة بتكون بس انو نضغط عليه شوي بالأصابع حتى تاخد هالشكل يعني بنعملها هيك بشكل طولي وحسن ما بتكون انتو بنهي كامل الكمية بنفس الطريقة هاي اما اراس او هيك بهالشكل هادا اول طبعا الحجم انتو بتحكموا فيه يعني فيكم تعملوه اكبر من هيك او اصغر كوب البرغل اللي شفتوه مع اللحمة عمللي هاي الكمية اللي قدامكن خلص هلا بعد ما شكلتن كلنا بهالشكل هادا بدنا نروح نقلية بمقلاعي حطيت شوية من الزيت وشوية من السمنة يعني فيكم تستخدم كامل كمية زيت او كامل كمية سمنة ما بيأثر هلا بعد ما حميت شوية السمنة رح نزل عليها الكفتة ما تخافوا منها هي ما حتفرط معكم ابدا لانه او شي احنا ما استخدمنا زيت غزير وتاني شي رح تلاقوها هي متماسكة لانه نحنا ضايفين اللحم المفروم وكمان البرغل الناعم هذا يعني ما بدو دعك كتير مجرد انه تخلطوه مع بعضه رح تلاقوه شد وتماسك مع اللحم هلا بعد ما استووا من الجهة من تحت يعني برجع بقلبون على الجهة التانية خلص هلا عندي انا هيك اخدوا لون من الجهتين برفعون عن النار هادو اللي خلص صاروا هيك عندي جاهزين فينا ناكلون وعلى وضعون هيك او تعملوا مثلي بنفس المقلاية اللي قلات فيها حطيت شوي من دبس الفلفلة وهذا اختيار يعني فيكم ما تضيفوه وراح حط شوي من المي السخنة يعني بس انه حسب الكمية اللي انتو بتكن تعملوها هلا لانه انا رح استختم الخبز فحسب الكمية فانه هون حطيت كمية قليلة يعني تقريبا شي كوب وحطيت عليه كمان شوي من الملح وشوي من الفلفل الاسود هلا المي بلشت يعني هي سخنة بس بدي تغلي شوي صغيرة كمان بس بلشت المي تغلي بحط بنزل علي الكفتة بس انا ما حط حط كامل كمية رح حط قسم بس منه في كونتا كلوه متل ما قتلكون بس قليتوا خلاص او متل ما عملت انا هوني فالطريقة هاي بتركن هلا مع بعضهم شي دقيقتين ثلاثة بس لا ياخدوا النكهة ويطروا هيك شوي هون جهزت خبز فتيت او قطعتوا هيك قطعة صغيرة طبعا يفضل الخبز كمان يكون بايت بيكون افضل يعني لو الخبز بايت بقطعوا هيك وحسب يعني انتو متعاملين المرأة يعني الكمية اللي مختارينها من المرأة بتعملوا كمية الخبز هلا هوني انا حطيت المرأة هاي عليها وبخلطها لحتى الخبز كله يتشتش بالمرأة شغلتا كتير بسيطة وسهلة وطعمتا كتير كتير طيبة ومشبعة يعني وقت بتكون تعملوا خاصة بهي الطريقة ان تكون تحطوا الخبز تحتها يعني كتير شغلتا سهلة ومتل ما تلكون يعني بتشبع وبتعطي طعم كتير طيب هلا وزعت الكفتة على وجه الخبز وكمان بدي حط يعني كل شيء اضل عندي من المرأة بدي وزعون هيك بها الشكل هادا كما تلكون فيكون زيدوا كمية المرأة اذا انتو عاملين الصحن اكبر من هادا وخلص هيك صارت عندي جاهزة رشيت عليها شوي بس من البقدونس للزينة طعمتا كتير كتير طيبة وشغلتا مانا صعبة ابدا شافين منظرة كيف يعني فيكون تاكلوه متل ما هي هيك بها الطريقة هاي بس انو تقلوها رح افتح واحدة تشوفوه كمان من جوه من الداخل كيف بتكون شافين منظرة مأحلى متماسكة وطعمتا كتير طيبة طبعا هاي الثانية اللي نحن حطينا تحت الخبز وتلاقو الخبز صاير اخد نكهة الكفتة يعني والمرأة هاي اخدت من البهارات اللي بقلب الكفتة طعمتا كتير كتير طيبة بتمنى يكون عجبكن شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلى